مرحبا حضراتكم مرة أخرى وزي ما نوهت قبل الفاصل مازلنا مع نقابة المهانسين وماذا يحدث فيها وبنتابع إيه اللي وصلوا حال النقابة بعد التخلص من المجلس الإخواني وكم اكتشافات إهضار المال العام والفساد اللي كان وصل لدرجة فاقط التصورات النهاردة هنعرف معاكم إلى أين وصلت النقابة بعد عهد الإخوان هنفتح العديد من الملفات معرفنا اللي مشرفنا النهاردة في الستوديو مهندس معتز ألحفناوي أمين عام نقابة المهانسين باش مهانس أهلا بحضرتك وصباح الخير أهلا بيك صباح النور الحقيقة إحنا من خلال صباح دريم اهتمينا بشكل خاص بنقابة المهانسين ومن خلال العديد من الحلقات وكان في حلقة في شهر نوفمبر على وجه الخصوص تناولنا المشاكل وإيه اللي وصلتوا له بعد التخلص طبعا الإطاحة بنقيب المهانسين ومجلسه الإخواني عايزين نعرف وصل لفين ملف الفساد ملف إهدار أموال العام الأول اسمحيلي أني أصحح حاجة تغيرها بس أنا القائم بعمال أمين عام النقابة لأني مش منتخب إحنا لجنة أقول إحنا بقولون الحالية من خلال هذه اللجنة لكن طبعا إحنا عارفين من بعد كده حيبقى فيه انتخابات إن شاء الله ودي طبعا النقابة اللي باشرف بالإنسابة لها أحنا اللي باشرف بزمالتك وأهلا بحضرتك هو حقيقة بعد ما دخلنا النقابة واستلمناها من المجلس السابق اللي ما حضرش الاستلامه وتغيبه كعادتهم وعرفنا أنه أغلبهم موجود في بلاد عربية وليس على أرض الوطن بعد الاستلام وفحص بعض الملفات المبدئية اكتشفنا حجم كبير من الفساد وإهدار المال العام والحكاية تركزت في بعض القضايا قدمت إلى النائب العام بعد حوالي عشرة يام من الاستلام يعني إحنا بدأنا بالفعل ملاحقات قضائية وقانونية طبعا وفعلا النائب العام أمر بالتحقيق وبيستدعى الرموز اللي تسببت في هذه القرارات المالية والنقابية والإدارية للتحقيق معها طب لو كلمنا عن أبرز هذه القضايا هو احنا كمان اكتشفنا قضايا تانية كثيرة يمكن بنعدها الآن ملفاتها لكن في قضية أنا رأيي أنها من أكبر القضايا خطورة في المرحلة الحالية أنه المجلس السابق سعى لتكوين شكل اسمه اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية وهو أحد الأشكال الرئيسية للتنظيم الدولي للإخوان غير معروف له أي مكان على أي مستوى سواء داخل مصر أو خارجها في الوقت اللي أعضاء المكتب سافر أحدهم إلى بلد عربي وصرف حوالي 6000 دولار بدل انتقال وصفر عشان يدفع 3000 دولار اشتراك نقابة المنظمين المصرية في اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية وبدون إصال يثبت فيه مين اللي استلم هذا المبلغ وعاد عشان يأخذ المجلس قرار هذه المنظمة مش معروف فين مقرها من إنشاءها تاريخ كام؟ مين الدول الأعضاء فيها؟ يعمله هنا بالضبط يقال إن له مكتب تمثيل فيه أحد البادة العربية في الخليج لكن لم يثبت هذا ولا يوجد شخص واحد اسمه معروف ولا إصال مكتوب فيه هذا الشكل اللي اسمه اتحاد المنظمات الهندسية موجود فيه ومين اللي بيمثله وبيعمل إيه؟ نقدر أنه مالوش هيكل لسه إداري ولا أوراق رسمية أو ما شابه؟ ولا أي مستند داخل نقابة الموانسين يقول إيه السبب في إن إحنا نصرف حوالي 300 ألف جنيه من أموالنا على إعداد مقر يبلغ ملايين الجنيهات كقيمة للمقر ده ونعطله أكتر من سنة على حساب إنه يبقى مقر الاتحاد المنظمات الهندسية أنا معلش بقاطع حدق بس أنا بتكلم على يعني أحب أنا أو بحب أشير إن إحنا بنتكلم على 300 ألف جنيه ممكن كانت تعالج كم أسرة لأن الموضوع طبعا لو حنبصله نقابة المهندسين فهن بنتكلم عن نقابة بنتكلم عن علاج بنتكلم عن كل مهندس مثلا إحنا عندنا في مصر في حدود 500 ألف مهندس كل مهندس بنتكلم في أسرة في أربعة فهن بندخل في 2 مليون أو 2 مليون ونص مواطن يعني إحنا نتكلم النهاردة حلقتنا عن 2.5 مليون مواطن كان ممكن من خلال 280 ألف جنيه على ألف علاجنا مش هقول 10 أسر 3 أربعة أسر عندهم أمراض فضل آه يعني لما المهندس ياخد معاش 450 جنيه يعني إحنا بنتكلم على تقريبا 18 ألف جنيه في السنة أو قضي 6 ألف جنيه في السنة يعني 300 ألف دول يعملوا معاش مش أقل من 50 ألف أسر 50 ألف أسر معاش كل دي فلوس تصرفت بدونه كحق ده إهدار مال وفساد لصالح يعني توسيق مكانهم كاتحاد دولي أو كمنظمة الإخوان الدولية في مصر عشان يفضل من خلال منظماتهم مسيطر على الحركة النقابية ويتعاون مع الدول الإسلامية اللي فيه كيان غير موجود إلا بتخطيط من الإخوان المسلمين إحنا لما دخلنا النقابة أنا لقيت في مكتب الأمين العام علم تركيا جنب علم مصر علم تركيا جنب علم مصر في نقابة الموانسين المصرية يعني لأن المصر هي أحد ولايات الخلافة التركية فهو ده الشعار اللي رفعينه حطين علم تركيا جنب علم مصر في مكتب أمين عام نقابة الموانسين هو ده الشكل اللي الإخوان تعاملوا به خلال مدة حكمهم في نقابة المهندسين حقيقة كنا والله لو عندنا خلفية عن هذا الموضوع كنا لازم الموقف ده يتصور لأن ده أنت بتكلم في هوية دولة ولمه غير اعتراف به هوية دولة خاصة وإحنا مجرد ولاية تابعة لتركيا بالزبط جدا وكمان ناخد من أموال المهندسين نغرم النقابة في مشروعاتها الاستثمارية لسكان الإسكان للمهندسين نغرم النقابة ملايين الجنيات عن طريق اللجوء للتحكيم تخسره النقابة فالمقاول ياخد ملايين الجنيات من أموال المهندسين ويتم الاتفاق مع نقيب المهندسين والمكتب على التنازل عن 12% من الغرامات دي لصالح صندوق ينشأ خصيصا اسمه صندوق الرعاية الاجتماعية ياخد من الصندوق الرعاية الاجتماعية دي ويدي اللي تقتلوا في ربعة وما بعد ربعة ويدي معاشي السسنائي 1500 جنيه للمهندس اللي رهن التحقيق وفي الوقت اللي المهندس العادي بياخد 450 جنيه في الشهر فلما أنا ما عليش المعاشي اللي بيصرف لربعة دول المنتمين للنقابة ولا أي آه يعني أعضاء في النقابة بس خدوا خدوا كمان حالتين لطلافوا كلية الهندسة ما كانش لسه تخرج ولا انتصف للنقابة أصلا ولا عضو النقابة ولا بيدفع الشراك ولا يتمتع بأي مزايا مالية داخل النقابة والمهندس اللي تحت التحقيق بياخد 1500 جنيه في نفس الوقت اللي المهندس قدرت طول عمره 60 سنة بيخدم بياخد ربعة وخمسين جنيه ربعة وخمسين جنيه الـ 1500 جنيه دول الشهري يعني إحنا بنميز المهندس ده رغم إن إحنا عندنا ليحة ومنصوص عليها كيف تساعد النقابة أي مهندس يتعرض للأبض عليه بنبعت له محامي يحضر التحقيق معاه فإذا كانت القضية قضية مهنية بيكمل معاه لغاية المحكمة ما تحكم لو كانت القضية سياسية ملاجعة بالنقابة بيبعد عنه ويسيبه التحقيق كمان بنصرف لأسرته إعانة من 250 لـ 300 جنيه حسب حالة المهندس كمان بنقول للمهندس لو أنت عليك أقصاد أو التزامات تجاه النقابة النقابة بتأجلها لغاية كما ينتهي فترة التحقيق معاك دي الامتيازات اللي النقابة بتقف فيها مع عضاها الامتيازات القانونية العادية القانونية أدي بقى أعمل قرار بصرف 1500 جنيه معاه الشهري لحد تحت التحقيق مقبوضة عليه تحت التحقيق وكمان أخلي الموظف يصرف موظف النقابة اللي مش مهندس يصرف 750 جنيه معاه الشهري عشان مقبوضة عليه تحت التحقيق في قضايا ربعة وما بعد ربعة كل ده احنا منتكلم في أرقام تفهوق أرقام معاشات المهندسين بالفعل اه اتنين مليون جنيه اتصرف في فاربعة شهر على تعويضات القتلى والجرحة والمعاشات الاسثنية ولولا انه جمال عمومية سحبت الثقة وتراضيتهم برا النقابة كان صندوق المعاشات واموال النقابة يعني تعرضت لاهضار بمليون جنيهات طب هذه الاموال بقى من خلال هذه الملاحقات نقدر نقول حنحصل عليها مرة تانية ولا خلاص دي ذهبت مع الريح الحمد لله احنا قدرنا نوقفها انما التعويضات التي تم صرفها صرفت بقرار من المجلس وبالتالي يصعب انك تحصل عليها مرة تانية لا طب انا بتكلم ان هو مثلا يتحملها اللي كان ياخد القرار لما النيابة تحقق معها وتدينه المحكمة هتؤمر بغرامة زي اللي بتطلع حبس زي الغرامة الغرامة دي ممكن يبقى منها يرجع لنقابة المهندسين لكن بتبقى في نفس القيمة ولا غرامة شخصية بس دي مسألة قانونية الحقيقة انما احنا كمان خسرنا حاجات اكثر من ذلك احنا عندنا حالة طب لو كلمنا اعلى فيه انا سمعت ان فيه ملفات فساد يعني فيها حاجات غسيل اموال تم اكتشافها ما اللي انا بحكهولك ده غسيل اموال انه هو بيغرم النقابة فلوس في قضايا تحكيم خسرة عشان يخلي المقاول يتبرع لسندوق ياخد منه يصرف على المظاهرات وعلى اللي بيتقتله وعلى اللي بيصابه ده غسيل اموال لكن ما فيش غسيل اموال تمويل كان جاي من الخارج بوسط بنوك معينة او مشابه اه حصل وحنقول هذا الكلام دلوقتي احنا عندنا احد البنوك الاسلامية النقابة تعاقدت معاه على فيه عقد مربحة قيمته خمسين مليون جنيه البنك كسب في خلال 8 شهر 10 مليون جنيه بينما صندوق الاستثمار في النقابة لو انه مول هذا وحل مكان العقد ده كان ممكن انه يربح النقابة تربح 12 مليون جنيه والصندوق الاستثمار عنده هذا المبلغ مش محتاج لأي قرد لكن القرار كان انه يروح للبنك الاسلامي ده ويعمل عقد المربحة ده واعتقد انه فيه غسيل اموال جزء من الارباح يعود الى تمويل الاحداث الارهابية اللي بتشاهدتها مصر ابتداء من ربعة وحتى اليوم من قدرش نعرف ايه اسم البنك ده لا هو بنك احد البنوك الاسلامية ومعروف يعني ما هواش محتاج ليه استفصار اه بالصفة معنا عشان كده انا بسأل ليه لان كل البنوك الاسلامية بتبقى اغلبها مفيش بنوك خاصة هنا اسلامية بلها بنوك تابعة للدغة لا لا فيه لا فيه في الوقت طب ما نعرف اسمه يعني هو معلش عفيني من ذكر اسمه لكن لان القضية منظورة في الخضاء ومش من مصرحتنا كان قابة ان احنا نقع فيه اخطاء قانونية تحملنا يعني تبيعات قانونية مشكلة ومعلى العموم يعني البنوك الخاصة الاسلامية معروفين معدودين على الصوابع يعني لكن في الاغلب بدل كده يعني ممكن نكونوا بصناء لا نقصده ان المجلس مارس اعلى درجة من عدم الشفافية واهدار المال عشان يحصل على اموال تمول النشاطات الارهابية للجماعة في الشارع على حساب العمل النقابي ودي جريمة لا تختفر لا على مستوى الجنائي من حيث اهدار الاموال ولا على المستوى النقابي من حيث ممارسة النقابة لصالح جماعة بعنا وطرد مصرح المهندسين وعدم اللجوء لاي طريقة تخدم المهندسين المهندسين بيطلبوا برفع معاشهم بعمل دراسة اكترارية لرفع هذا المعاش الى 1000 جنيه على الاقل بقالنا اكتر من ايام الحراسة ولما جاء المجلس كان احد النقاط الاساسية في جدول اعماله هو في جدوله الانتخابي هو رفع المعاش قعد السنتين اللي فات يقول ما نقدرش نرفع المعاش ويحمل فترة الحراسة ان فيه عجز فيه اموال النقابة وفي صندوق المعاشات نتيجة لانه اترفع 100 جنيه بوسطة اللجنة قبل ما ييجي المجلس في الوقت ده بيصل في 2 مليون جنيه في معاشات استثنائية للناس بتوعه وعندنا الاسماء بالكامل وبتوقيع من اعضاء المكتب والمسؤولين عن صرف الاموال بتوقيعهم لصرف هذه المعاشات وهي جرائم اتصور انهم هيدخلوا بيها السجن قريبا طيب لو كلمنا على الفساد الاداري كانت في الفساد الاداري النقابة المكتب هيئة المكتب كلفت احد الشركات بعمل حاجة ما تسمى بالهيكلة الادارية للنقابة لانهما كان رأيهم انه النقابة مش قادرة تعمل يعني كفاءة في الخدمات المقدمة للمؤنسين فقدت لهذه الشركة 150 الف جنيه عشان تعمل هذه الهيكلة والشركة قدمت اول مسودة للهيكلة في شهر 8-2013 اتحطت الهيكلة في الدرج لغاية لما اتدوا يشعروا بان الارض بتتزلزل من تحتهم وانه في جماعية عمومية ممكن تطردهم برا النقابة طلعوا من الدرج الهيكلة وراحوا مصدرين 150 قرار اداري بتعيين مديرين عموم ومديري ادارات من الرجالة بتاعتهم للسيطرة على النقابة اخوانا للنقابة وكلفوا النقابة مستحقات مالية نتيجة لهذه الهيكلة اكتر من مليون جنيه في السنة بالقرارات اللي اتخذت في اسبوع واحد قبل عقد الجماعية العمومية ب15 يوم ب15 يوم لما حسوا انهم خلاص خينشوا فقالوا انه يبقى لهم اعضاء فحرق الارض بقى سياسة الارض المحروقة انا يبقى يجي يوريني حيمشيها ازاي فاحنا فوجينا بمجموعة من القرارات الغير قانونية اللي لا تعتمد على الكفاءة واللي بيجدت موجهة للناس اللي بيدينه بالولاء لهذه الجماعة وهذا المجلس طب هل سيتم مراجعة هذه القرارات تم في الفعل وتم ايقاف اكثر القرارات التي تضع فيها فساد وخروج عن القانون واللائحة وتم احالة اصحابها الى التحقيق وتم اعطاء بعض الجزاءات بالنقل اللي اللي حاول انه يزور او يخفي اسرار المجلس السابق عن اللجنة التي تدير النقابة الان وهذه الهيكلة تقريبا فيما عدا الحالات الجيدة من الموظفين المحترمين اللي يستحقوا مناصبهم الجديدة واللي احنا بندعبهم و بنقولهم انه ما تخافوش على الوضع الجديد اللي انت خطوله انك تستهلوه كل اللي من لا يستحق ده ازيح من مكانه والغرض من السيطرة على الادارات العمومية في النقابة هو امكان السيطرة على النقابة واستكشاف اي قرار اداري تاخده اي جهة لو هم مش موجودين في النقابة وده لصالح انهم يعودوا مرة تانية وهو ده كان المخطط طبعا ان هخرج لهاتف وحرجة لحظك عشان اعرف كمان اعزين نعرف موقف النقابات الفراعية معنا على الهاتف الدكتور مهندس هشام عرفات استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري دكتور هشام صباح الخير صباح الخير دكتور هشام احنا النهاردة بنتكلم عن ملف الفساد وايضاً الإطاحة بالنقيب ومجلسه الإخواني في نقابة المهندسين وطبعاً كان فيها العديد من المخالفات احنا بنتكلم عن موقف النقابة حالياً وكم هذا الفساد اللي تم اكتشافه في النقابة شايف مستقبل النقابة ازاي بعد الإطاحة بالإخوان وقعاً هو يعني كانت الفترة اللي فاتت النقابة كانت ماشية باتجاه يعني تعيد شوية عن المنوب بيها كنقابة مهنية يعني احنا الأساس فيها الارتقاء بالمستوى التدريبي والمهني للمهندس وهو ده الدر الفعال اللي مقفوض تقوم بيه أي نقابة مهنية اللي هي ترتقي بالمهني النشكلة كانت الفترة اللي فاتت وهي كانت فترة ليست ببسيطة اللي كان التركيز كان على نواحي اجتماعية وكانت تركيز على الراحي السياتي وده كان حقيقة مفروض أي نقابة مهنية تلقى بنفسها عن الكلام ده فأنا هتمنى المجلس القادم للنقابة يركز دائماً دائماً وقول لحضرتك على الارتقاء بالمستوى التدريبي الأول إننا عجب حالتدريب بالنسبة للمصر الوقت يعني المستوى حقيقة أو حقيقة لأن الجمعات المستوى مهنة تعمل مجهود ما تبقى شكاية أنها تلبي والطلبات المهنة أو طلبات البروفيشن المفروض بتنفس بيها فالفكرة احنا بسهل في دول الخليج المعروف جداً في دول الخليج بس بيحتاجت بعض الدورات التدريبية عشان يسقل قبل ما ينتقل إلى دول الخليج وذلك برضو بالنسبة لي المستويات اللي واجب أن البعندس المطوي يحفظ عليها من دورات التدريبية قبل أنه يخوض بعد المشاريع القومية اللي كانت تلاتي على مشاريع تدمية يقليل قناة السويس وده مشروع ما هواش حيبقى فيه كون التريد يعني كل التخصصات اللي حدثوا من الحدثة المدنية والحدثة البيعاملية والحدثة الجينكية فإحنا لازم نعيد الكلام ده هو تكارنجس وخام البعندسين مستقبلي لأنه يخوض المشاريع القومية إن شاء الله بالنسبة بقى المجلس نقابة المهندسين احنا دخلين على انتخابات وبعد ثلاث شهور احنا شفنا إن صحب الصقا كان بـ 52% لـ 48% لكن مش قلقان لعودة المجلس الإخواني مرة أخرى وهل سنشهد نوع من التكتلات أو قائمة موحدة لمنع رجوع الإخوان مرة أخرى أو سيطرته بعد النقابة بالنسبة للمهندس المصري اختلف عن المهندس الزمان بنحيتي إنه المهندس المصري دلوقتي بعد ثورة يونيو عارف دلوقتي المفروض يقوم بيها يعني هو حقيقة أنا شفت في الجمعية العقومية الطرقة اللي كانت تتعاملت من حوالي شهدين وتشوف المجلس القديم ما كانش حد يخير متخيل إن حيحصلنا تغيير فده أنا اللي أقوله إن المهندس المصري لما بيحس إنه خطر على مهنده وخطر على بنده بيتدخل هو بيتدخل يعني تلقائيا فأنا مش الآن إن شاء الله الفرق لا يفوت لا يعني بس أنهم العقلين بركز على النواح المهلية بعيدا عن السياسة أنا ده اللي نفسي بالمهندس المصريين بيركزوا بي يعني بركز على النواح المهلية يا جماعة هو ده السبيل الوحيد اللي إحنا نخدم بلدنا بالتأكيد هو ده السبيل نحن نخدم بلدنا دكتور مهندس هشام عرفات الاستشاري الهيال عامة للطرق والكباري جزيل شكرا بنعتذر طبعا لسادة مشاهدين عن الصوت إلى حد ما كان فيه مشكلة لكن علشان الاتصال كان من الخارج فده يعني أحسن صوت بعد الإطاحة بالإخوان انتظرونا